السلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلنا جاءوا وتركوا خلفهم جثث لامرأة كبيرة وبنتها طبعا هذه معلومات مكررة انو جثث البنت مثل ما نعرف هي كانت في غرفة النوم في الطابق الرابع الامرأة الكبيرة كانت تستلقي في الخارج يعني جثتها behind the house يعني خلف المنزل her head almost cut off ورأسها تقريبا مقطوع but the knife which killed her was up in the bedroom لكن السكين اللي قتلتها كانت في غرفة النوم on the floor the door and the windows were all firmly closed مثل ما نعرف الباب والنوافذ مغلقة بشكل محكم locked on the inside there was no way for anyone to go in or out وايضا مغلقة من الداخل وماكو اي طريق لأي شخص يدخل من خلالها voices had been heard مثل ما نعرف انه اصوات سمعت صوت واحد كان يتكلم الفرنسية the other voice had not spoken even one word that anyone could understand لكن الصوت الاخر لم يلفض اي كلمة ممكن ان يفهمها السامع this much we had learned from the newspapers فهذه تعلمناه مين من الجريدة او من الصحف اللي قريناها my friend dubna die وهذه مين قراها دوبن والراوي ناريتر interested by it we had gone to look at the house and the bodies فمنو الدفاعهم انو يروحون للمنزل ويحققون يبحثون عن سبب الجريبة هوية الصحف newspapers اللي دفاع الراوي ودوبن ليذهبون للمنزل دوبن was now explaining to me what he had learned there دوبن راح يشرح للراوي شنو اللي تعلمه او عرفه هناك that is what we learned from the newspapers هذا ما تعلمناه من الصحف please remember it for that much was enough to tell me what i must look for when we were in that house on the room work and i found it هذا يتكلم دوبن يعني للراوي يقول له تذكر انه for that much was enough to tell me what i must look for هذا يعني هو شيء كافي انه يكون لحد علمي يعني انه اتعلمه لانه كنا في المنزل في شارع مورل وانا اعتقد يعني يقول وجدت السبب let us now take ourselves again in our thoughts to the room where the murders were done دعنا مرة اخرى نفتش في الغرفة what shall we first look for ما اول شيء نبحث عنه that the way the murders escaped فأهم شيء هي الطريقة التي هرب المجرمون من خلالها alright we agree i'm sure that we do not have to look for anything outside of nature for anything not having a real form a body ok خلينا ندور الطريقة اللي هرب بيها المجرمون وليس طريقة اخرى the killers were not spirits يقول انه القتل هما ليسوا ارواح they were real انه كانوا حقيقيين they could not go through the walls يعني من هزموا من خلال الجدران then how did they escape لكن هما شون هربوا there is only one way to reason on that subject and it must lead us to the answer يقول هناك طريقة واحدة تؤدي بنا الى او تقودنا الى الجواب لا لازلك خلينا مباوع one at a time the possible ways to escape خلينا نركز على الطرق المحتملة للهروب it is clear that the killers were in the room من الواضح انه القتل كانوا في الغرفة where the daughter was found حيث تكون الفتاة يعني جثتها from this room they must have escaped hell فمن هذه الغرفة هذه المجربيين هما هربوا لكن كيف at first i saw no way out it had been necessary for the neighbors to break down that door in order to enter the room there was no other door there was no other door فبالبداية انه شفت ليس هناك اي طريقة لكن هو من الضروري انه الجيران ممكن break down the door كسروا الباب حتى يدخلوا الغرفة لم يكن هناك باب اخر the opening above the fireplace مثل ما نقول مثل ما قلنا انه الفتحة في المدفأة is not big enough هي ليست كبيرة بشكل كافي near the top يعني قريب للجهة العليا for even a small animal حتى انه حيوان صغير لا يمكن ان يمر من خلالها the murderers therefore must have escaped through one of the windows فهنا الاستنتاج انه القتلة يعني يجب او من المؤكد انه هربوا من احدى النوافذ this may not seem possible نعم انه لا يبدو محتمل لكن we must prove that it is possible لكن يجب ان نثبت انه هذا محتمل there are two windows in the room both of them you will remember are made of two pots فمثل ما نعرف انه نافذتين في الغرفة كلا يعني كلا النوافذ انه تتكون من جزئين to open the window one must lift up حتى نفتح النافذة يعني شخص يجب ان يرفع الجهة السفلة منها bottom half one of these windows is easily seen واحدة من هذه النوافذ هو يعني ممكن نشوفها بشكل سهل the lower part of the other is out of side لكن الجهة السفلة المخفضة هي لا يمكن رؤيتها behind the big bed خلف السرير الكبير I looked carefully at the first of these windows طبعا نظرت بشكل جيد اول النوافذ it was firmly closed مغلوقة هذه النافذة fastened like the door بشكل محكم مثل but on the inside من الداخل to keep the window closed to fasten it someone had put a strong iron nail into the wood at the side of the window okay فانه حتى نخلي هذه النافذة مغلقة بشكل محكم لازم شخص يجيب بسمار حديدي قوي في الخشب في جهة النافذة انه حتى لا يمكن رفع النافذة that the window could not be raised at least it seemed that the nail held the window closed يعني مثل ما يبدو انه البسمار هو اللي يخلي النافذة مغلقة the nail was easy to see ممكن رؤية هذا المسمار there it was and the people who discovered the killings used their greatest strength and could not raise the window طبعا الاشخاص اللي اكتشفوا هذه الجريمة حاولوا يعني استخدموا قوتهم القصوى لكن لم يستطيعوا رفع النافذة I too tried to raise the window and I couldn't وانا ايضا حاولت ارفع النافذة وما قدرت I went to the second window لكن انا رحت على النافذة الثانية looked behind the bed at the lower half of the window ورأي يعني لاحظت خلف السرير في الجهة المنخفضة من النافذة there was a nail here ايضا كان هناك بسمار which held the window closed اللي خلى النافذة مغلقة without moving the bed بدون تحريك السرير I tried to open this window حاولت افتح النافذة also and again I could not do so ولكن ما قدرت I did not stop looking for an answer فما توقفت للبحث عن جواب because I knew that what did not seem possible must be proved to be possible لكن اعرفت انه ما يبدو ان يكون مستحيلا يجب ان يكون ممكنة the killers or perhaps I should say the killer فالقتل او يجب ان اقول القاتل okay شخص واحد for I am almost certain there was only one وانا متأكد هناك شخص واحد قاتل واحد the killer escaped through one of these windows انه القاتل هرب من خلال احدى هذه النوافذ of this I felt certain وانا شعرت متأكدا after the murder had left the bedroom he could have closed the window from the outside فبعد ما ترك ورفة النوم هذا القاتل لربما يعني نعم لربما هو غلق النافذة من الخارج but he could not have fastened it again on the inside لكن لم يعني يحاول يثبتها ويغلقها من الداخل yet anyone could see the nails which held the windows was tightly closed ومثل ما تلاحظ انه هذه البسامير هي التي تجعل النافذة مغلقة بشكل قوي this was the fact that stopped the police so هذه الحقيقة التي استوقفت الشرطة how could the murder put the nail back in its place كيف قام القاتل بوضع البسمار في مكانه perhaps perhaps if you pulled out the nail وقام هنا ايضا يعني تكبل الكلام لربما للراوي yes that is just what i thought يعني يشارك الكلام على دوبن نعم يقول دوبن هذا ما فكرت به two things seemed clear شيئا بدوا واضح واضحان first there had to be something wrong with the idea that the nails were holding the windows closed لربما شيء خطأ في فكرة انه وضع البسامير تجعل هذه النافذة مغلقة i didn't know what was wrong لكن لم اعرف ما هو الشيء هذا الخطأ something was second if it was not the nails which were holding the windows closed then something else was holding them closed something hard to see something hidden اذا لم تكن البسامير التي تجعل هذه النافذة مغلقة لربما شيء مخفي صعب يعني رؤيته يجعل هذه النوافذ مغلقة i went back to the first window with a great effort i pulled out the nail فأول شيء رحت لأول نافذة سحبت اللبس مار then i again tried to raise the window ومن ثم حاولت ارفع النافذة it was still firmly closed وايضا كانت مغلقة بشكل محكم this did not surprise me هذا لم يفاجئني there had to be a headlock لربما يجب ان يكون هناك قفل مخفي i thought inside the window لربما inside يعني داخل النافذة i fell to the window carefully with my fingers اوكي وايضا تلمست يعني النافذة باصابعي indeed i found a button وايضا يعني بالتأكيد وجدت مثل يعني دقما خلنا نقول i pressed it ضغطت عليها opened an inner lock وفتحت يعني قفل داخلي with almost no effort i raised the window وفتحت النافذة النافذة now i knew that the killer could close the window from outside والان اكتشفت ان القاتل استطاع ان يغلق النافذة من الخارج and the window would lock itself والنافذة تنغلق من وحدها من نفسها but there was still the nail لكن عدنا شنون مشكلة البسمار carefully i put the nail back into the hole from which i had taken it وحاولت ارجع البسمار بالفتحة اللي اخذت من عدها then i pressed the button and tried to raise the window حاولت ان افتح ان ارفع النافذة i could not the nail also was holding the window closed لكن لم استطاع لان البسمار هو يعني جاعل هذه النافذة مغلقة then the murderer could not possibly have gone out the window وهذه الدليل انه قاتل لم يستطع ان يخرج من النافذة he could not have gone out that window therefore he must have escaped through the other window اوكي لربما هو لم يستطع الخروج من هذه النافذة لكن هو يعني يجب ان كان هاربا من النافذة الاخرى the other window was also held close by a nail النافذة الاخرة ايضا كانت مغلقة بسمار but i knew i must be right لكن عرفت انه اني يجب ان يكون صحيحا although no one else had looked carefully at the window behind the bed i went to it and tried to see whether the two windows were in some way different حاولت اتشيك عن نافذة اذا كانت هناك طريقة مختلفة the nail in the second window looked the same as the one i had just seen فالبسمار بالاول نافذة نفسه بالبسمار بالثانية i moved the bed حركت السريح so that i could look closely حتى انظر بشكل قريب أو بشكل جيد جيد yes there was a button here too ايضا كانت الدقمة هنا i was so sure i was right ومتأكد انا كانت على احب that without touching the nail من دون لمس البسمار or i pressed the button فقدست على الدقمة and try to raise the window up it went وحاولت ان ارفع النافذة نعمر صعدة النافذة as the window went up it carried with it the top part of the nail حالما يعني صعدت النافذة سحبت وياها الجزء العلوي من البسمار when i closed the window ومن غلقت النافذة the head of the nail يعني مقدمة البسمار was again in the nail and its place كانت في مكانها it looked just as it had looked before i took the head of the nail خذت مقدمة البسمار in my fingers باصابعي and it easily came away from the window وخرجت بشكل سهل من النافذة i saw that the nail had been broken شاهدت انه البسمار تكسر but when i put the nail head back in its place ومن رجعت البسمار في مكانه the nail again looked whole بيّن البسمار بشكل كامل what seemed to be not possible we have approved it to be possible ما بدى انه ليس مستحيلا اثبتنا حتى صار ممكنا the murderer indeed escaped through that window فالقتل بالتأكيد هربوا من هذه النافذة i could now see in my mind what has happened وانا ممكن ان ارى في عقلي ماذا حدث it was a hot summer night كانت ليلة صيف حارة when the murderer first arrived he found that window open open to let some of the fresh night air come in عندما جاء القاتل اول مرة في المنزل وجد النافذة مفتوحة لماذا فتحت حتى يدخل الهواء في الليل في الداخل through the open window the murderer went in من خلال النافذة المفتوحة دخل القاتل and came out again وخرج مرة اخرى as he came out he closed the window بعدما خرج غلق النافذة perhaps with a purpose to do so طبعا من غلقها عند غرض معين purpose perhaps by chance لربما بالصدفة the special lock inside the window held the window firmly closed القفل الخاص في داخل النافذة جعل النافذة مغلقة بإحكام the nail only seemed to be holding it closed فمثل ما نشوف مثل ما يبدو انه المسمار هو اللي يجعل النافذة مغلقة and that which was possible looked not possible مثل ما قلنا ما بدى غير ممكن sorry and that which was possible looked not possible ما بدى ممكنا أصبح غير ممكن يعني أثناء يعني التطقيق في النافذة والبسمار لكن بعد ذلك ما كان غير ممكن أصبح ممكنا doobin had been talking not to me doobin كان يتكلم ليس معي وإنما مع نفسه but to himself his cold eyes seemed to see only what was in his own mind طبعا عيناه تبدو انه ترى فقط في عقله sorry now he stopped and looked straight at me توقف ونظر مباشرة علي his eyes were now hard and pride عيناه الآن خشنة وفي نفس الوقت متلألة أو مشرقة and i understood that using his unusual reasoning power وافتهمت أنه استخدم قواه الاستنتاجية قواه العقلية الغير طبيعية حتى يصل إلى الإجابة to those bloody murders لهذه الجرائم الدموية وإنه استخدام هذه القوة العقلية الغير طبيعية أعطت دوبن was giving great pleasure فرحة غامرة at first i could think only of this then i said ومثم قلت دوبن the windows are on the fourth floor دوبن النوافذ هي في الطابق الرابع far above the ground وهي بعيدة عن الأرض even an open window كان يعني يكمل هذا تكملت يعني كلام الراوي yes that's an interesting question فهنا الراوي يقول أنه في الطابق الرابع إن هذه المسافة بعيدة عن الأرض يعني كيف قفز أو كيف وصل القاتل إلى الأرض نعم قال دوبن هذا جواب جيد how did the murder go from the window down to the ground كيف ذهب أو وصل القاتل إلى الأرض من النافذة once i was quite certain that the murder had in fact gone through that window the rest was not so hard to know ok فإحنا عرفنا متأقدين إنه هو هرب من هذه النافذة البقية the rest إنه بقية العشياء ممكن نعرفها لي مو صعبة حتى نعرفها and the answer to this question told me still more about who the murder was والجابة لهذه السؤال إنه تعكس لي إنه من هذا القاتل نوع هذا القاتل who the murderer was when you and i first came to the house on the room war we walked around the house عندما بالبداية يجي أنا آني وياك في بيت هذا الشارع مور تجونا في المنزل لحظت عامود معدني رفيع which went from the top of the building هو يمتد يعني من أعلى البناية إلى الأرض A lightning rod وهو قضيب مثل ما نعرف حديدي وهذا هو يوصل لنا يوصل لنا يوصل لنا كهرباء قوية فهنانا يعني لماذا يسمى كهرباء يوصل لنا يوصل لنا كهرباء من الجدار and then to go in or out the window ومن ثم يدخل من خلال نافذة he would have to be very strong لربما يكون هذا الشخص قوي جدا although certain animals could easily go up the pole بالرغم أنه بعض الحيوانات ممكن بشكل سهل تصعد فوق هذا العامود not every man could do it مو كل شخص رجل أو إنسان يمكن أن يفعلها only a man with a very special strength لكن ممكن يفعلها الشخص أو رجل بقوة خاصة جدا special training وتدريب خاصة اثناء this told me more about what the murder was like هذا الاستنتاج أوصي الاستنتاج يعني أفكر على نوع هذا القاتل منه but I still had the question who لكن لا يزال السؤال يراودني من هذا القاتل thank you so much for listening شكرا جزيلا للاستماع ومتابعة والإصغاء لهذه المحاضرة نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر